السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهدف إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز الجاري على الساكنة المتضررة ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المتمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتار كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآتار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة بالإضافة إلى خلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش وستصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري لتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق ترجمة نانسي قنقر